الأطفال اللي وزنهم زائد كمان بيكون عندهم صعوبات في النوم المنتظم تلاقوا الطفل اللي وزنه زايد عن الطبيعي ما بينامش كويس وإحنا قلنا إن النوم مش كلمة النوم ده يعني زي يعني هو هو عنوان كده زي ما بنقول اسمنا في البطاقة ما يفعش واحد يقول اسمي محمد لأ اسمك إيه السلاسي أو الرباعي فالنوم ده النوم كده لوحده ده ما فيوش تعريف إنما احنا بنقول إيه النوم الليلي المنتظم يعني احنا طبيا لما بنتكلم عن النوم بنتكلم على الثلاث حاجات دول أو بنتكلم على الثلاث صفات دول نوم يعني إن الطفل يبقى نايم ليلي يعني يبقى نايم بالليل منتظم منتظم يعني قدر المستطاع يعني لما بيقلع مثلا بيقلع عشان يرضع وينام تاني يبقى بالتالي إيه قلبة النوم ده مش نوم ليلي منتظم ده ما بنتكلمش هنا عن النوم الطبيعي أنا بكلم عن النوم الطبيعي بس فيه ناس تقولك إيه أنا ابني طول الليل صاحي بس بالنهار بينام ما ده غلط وفيه ناس كبار بتعمل كده يعني كبار قصد يعني شبابه وبناته بتاع تبص ليوم يسهروا أو يقولك ما أنا بعوط ده بنام الظهر أو بصحى الظهر ما ده غلط طيب صعوبات بقى النوم المنتظم اكتشف طبيا أن لها علاقة من ضمن صعوبات النوم المنتظم من ضمن أسبابه زيادة الوزن طيب يبقى الطفل لما يبقى عنده زيادة في الوزن مش هينام كويس مش هينام نوم ليلي منتظم طب ده العواقب بتاعته إيه بعد الشر ضعف في المناعة ياه إيه اللفة دي آه لأن من أكبر محفزات جهاز المناعة النوم الليلي المنتظم ومن أكبر مثبتات أو محبتات جهاز المناعة اضطراب دورة النوم أو اضطراب النوم خلاص كده دي كانت المشاكل عند الأطفال تحت عمر ست سنين بما في ذلك الأطفال الرضع طيب ترجمة نانسي قنقر